كنت جاهزة فيلم من الدنيا؟ أكيد وحتى أجل الخورة طلبت من الخورة يجي نحنا عنا شي اسمه مشحة المرضى المريض قبل ما يموت بيطلب جيد طلبت وقلت له يصلي علي قبل العملية وهاك كنت كتير متصلع مع نفسي فعلا سعادة مشحة المرضى تنعطل الناس اللي عم ينازعوا يعني عملية كانت صعبة وتناولت وسلمت أمري لرب لي كنت مرتاح نفسيا؟ المقربين مني بيعرفوا هداش كنت مرتاح هني كنت يعني أنا كنت عم بعطيهم معنويات كل اللي حوالي أنا كنت عم بعطيهم معنويات كيف اكتشفت إصابتك ريان؟ هلأ أنا صر لي تقريباً شي ثلاثة أربعة ستين هم بضعف بس أنا كنت مفكر لأنه كنت عم بعمل سبور كتير ومعتمت دايتر معي نعم لأنه قوتب يعني طاقة فيه وكل شي مفي خمول مفي طعاب ما كان فيه شي يعني ما فيه أي دليل غير أنه عم بضعف بس من شهر ونصف شهرين تقريباً سوري يعني صار فيه دم البول يعني بطريقة مش طبيعية وعلى فترة طويلة كانت صايرة معي قبل بسنة قال لي الطبيب إذا رجعت عيودتك لأنه أنا مدخن قلا بنحكي عنا كمان قال لي هادي منا منيحة منا إشارة منيحة قالك فيه يعني شيء لما إحنا سرطان أو لا؟ لأنه أنا عندي تاريخ أنه بعمل كتير البحث وكذا أوكي عندك مشاكل بالكلا قال لي إذا رجعت عيودت أنه صارت معك ساعتها من أنه عمل صور صارت معي بعد سنة رجعت لا شفت دم البول ايه رح تصورت عملنا الصورة الإير أم وهو ده بيانت بالكلوة الشمال شو بيان؟ بيان في ورام بالكلوة الشمال في ورام خمسة سانت ونص بقلب الكلوة كيف تلقيت خبر الإصابة؟ شو قالك؟ أنا سألته قلت له حكيم كانسر قال لي ايه؟ كنت عارف أنت كنت حاسس؟ أنا يعني لأنه عندي تجربة مع الوالدة فالواحد بيبلش يحس تعرف الطبيب بس يصير يطلب لك فحص ورا فحص ورا فحص ورا فحص ورا فحص تصيري أنت يعني والاوبشنز منه نكتار عارفت إيه؟ في هيدا الحالة هلأ أول شي بتقولي إيه أو لأ لأ إن شاء الله لأ كذا بس أنه خلص يعني بتعرفي من طريقة الحكيم من البحوصات اللي عم بيطلبها وين واصلي قالك قالك إيه؟ شو حسيت بلحظة اللي قالك إيه؟ جمّدت عشرة آية يعني عملت مثل هيك فريز لحالي قلت شو بده يصير فيه؟ كيف بده يخبر الناس؟ كيف بده يخبر أهلي؟ وين بدنا نوصل؟ بس فيه لك فيه أطباء مش بس بيكونوا شاطرين بالطب بيكونوا شاطرين يعني بتحسيت عن جد رسالة نفسياً بيدعموك وبيريحوك؟ إذا بتسمحيلي أشكر أول شيء أكيد طبيب البروفيسور اللي عمل لي العملية بروفيسور مكرزي بده يتشكر المستشفى أوتيل ديو بس بده يتشكر طبيب هيدا هو حكيم أونكولوج هو مختص بالكانسر بس تتشوفي إنه قديش هيدا الشيء بساعد معنوياً أول ما شايفنا قال لي عود بدك نحيش خمسين سنة وقال لي ما تخاف شو ما كانت فيه إلى حل إنه أسوأ حالة بدنا نشيل الكلوة وبتحيش بكلوة وحدة بس بدك تعتمد نظام حياتي معيان وأهم شيء أهم شيء أهم شيء بدنا نوقف السيجارة لأنه هي من ورا السيجارة